أنا متأكد أنه بعد مشاهدتك للحلقة ستتوجه فورا للصيدلية وستشتري بيرمينغانات البوتاسيوم ولا تقلق فهو رخيص الثمن عبارة عن مركب يحتوي على البوتاسيوم والماغنيزيوم أقوى سماد مطاهر على الإطلاق في أزرع المنزلية إذا استعملته للطربة فسيقتل وسيقضي على البكتيريا الضارة التي تتسبب في الأمراض والفطريات لن أطيل في ذكر فوائده لأنني لن أنتهي لكثرتها وسنبدأ مباشرة في شرح طريقة الاستعمال نأخذ واحد لطر ماء ويجب أن يكون ماء نقي بالإضافة أنه يجب أن يكون دافئ نضع في 0.5 جرام من البرمينغانات لنحصل على محلول بلون أرجواني نحرك جيدا ونستعمله مباشرة في سقي الشتلة وانتبه جيدا فهذا المحلول يستعمل فقط 3 مرات في الموسم أي فقط 3 مرات في السنة وستلاحظ أن تجعل نبتتك من حيث قوة الجذور والأوراق والتزهير إذا كانت النبتة مزهرة وهذا عادي كون البرمينغانات تقدي وتزيل وتخلصنا من البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات وتقتل يرقات الحشرات أما إذا كنت تزرع من البذور فيمكنك تطهيرها بهذا المحلول بنقع فيه لمدة 15 دقيقة فقط وإذا تجاوزت هذه المدة فستحترق البذور إذن عند زراعة هذه البذور ستضمن بحول الله وقدرته إنبات البذرة ونجاح الشتلة وستحميها من علامات التعفن النباتات الداخلية سيفيدنا كثيرا محلول البرمينغانات رش أيضا على الأوراق لأنه غذاء ورقي جد رائع لاحتوائه على البوتاسيوم والمنغنيز سيطور ويقوي نظام الجذر وسيجعل النبات أكثر مقاومة للأمراض كالبياض الدقيقي والعفن والصاق السوداء وسيصبح أيضا مقاومة للظروف الجوية السيئة من حرارة وبرودة محلول سحري يستعمل لكل النباتات بدون استثناء لكن يجب أن نعرف أن احترام الجروعات ومدة الاستعمال جد ضرورية ويجب أن تعلم أنه لا يجب معالجة النباتات التي تزرع في التربة الحامدية بهذا المحلول ثلاثة صفات تحتم علينا استعماله لنباتاتنا وهي أنه مطهر للتربة سماد ومبيد في نفس الوقت منظم نمو النبات وأقل ما تجتمع هذه الصفات في عنصر واحد لا تنسى عدم لمسه باليد واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استعماله أما إذا كنت تعاني من الأعشاب الضر في الحديقة فالبرمنغنات عند خلطه مع الملح والخل سيصبح قاتل رهيب للحشائش فماذا تنتظر بعد سماعك لفوائد البرمنغنات؟ ترجى فورا لأقرب صيدلية وقتاني برمنغنات البوتاسيوم لأنه سيفيد نباتاتك لدرجة لا تتصور إذا أعجبتك حلقة اليوم فأخوك توفيق ينتظر منكم دائما دعمكم ولو فقط بتعليق أو اشتراك في القناة أو بشاركة الحلقة مع أصدقائكم في باقي مواقع التواصل الاجتماعي